لا مستقبل ينتظر هؤلاء سوى الموت الذي تجهزهم الميليشيا لنيله فخلال السنوات الماضية انهمكت الميليشيا في تجهيز مقاتلها الذين تختارهم بعناية جميعهم من صغار السن الذين تستغل الميليشيا اوضاعهم الاقتصادية المتردية وافتقارهم للتعليم لتقوم بعد ذلك بتعبيتهم بافكار عقائدية مغلوطة الجميع هنا مؤمنون بانهم متجهون لقتال الكفار وعين الكفار في تعز ومأرب ومشارف العاصمة صنعاء ان كان ما يزال فيهم من راشد هكذا اصبحت رؤية هؤلاء لابناء بلدهم وهذه هي مخرجات الميليشيا التي تداوم على انتاجها منذ نشوئها في جبال صعدة قوافل من الاطفال يتم الزجبهم الى جبهات القتال بدون علم اهاليهم في احيان كثيرة ليعودوا جثثا هامدة وصورا معلقة على الانقلاب العسكرية الملفت للنظر ان هذه الانتهاكات التي تصنفها المواثيق الدولية كجرائم حرب تتم في ظل غياب او تجاهل من قبل المنظمات الحقوقية وهذا ما يفسر حال سكان في المناطق الواقعة تحت سلطة الانقلاب التي اصبحت كنتونات مغلقة يعامل اصحابها معاملة المحتجزين فلا تكتفي الميليشيا بالزج بابنائهم الى جبهات القتال بل انها تفرض عليهم ايضا دفع نفقات الحرب وتمويلها وان كان ذلك على حساب معيشتهم واوضاعهم المادية المنهكة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة